عاجل البنك الجزائري يصدر ورقتين نقديتين جديدتين وقطعة نقدية جديدة السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أصدر بنك الجزائر بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر ورقتين نقديتين جديدتين ورقة نقدية من فئة 2000 دينار جزائري وقطعة نقدية جديدة بقيمة 50 دينار وتضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية صدور قطعة نقدية جديدة بقيمة 50 دينارا وتحمل صورة واسم الشهيدة حسب بن بعلي وحسب ذات العدد الورقة النقدية الجديدة الأولى تذكارية وصدرت بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر بينما الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار وتحمل على جانبها صورة الأمير عبد القادر بالإضافة إلى أن الورقة النقدية الجديدة تحمل على وجهها صورة مقام الشهيد وخارطة العالم العربي وخارطة الجزائر في حين الورقة النقدية الجديدة تحمل على ظهرها صور لمنارة جامع الجزائر وجبار القهار والأعطار الرومانية بتيب بازا ونخلة وقافلة إبل وأيضا الورقة النقدية تحمل اللون الأخضر المائل إلى الأزرق في وجهها والأخضر المائل إلى أصفر على ظهرها وسيتم تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا كما الورقة الجديدة تحمل كتابات باللغتين العربية والإنجليزية وكذا الورقة النقدية الجديدة الثانية بقيمة 2000 دينار وصدرت بمناسبة الدكرة الستين للاستقبال بينما الورقة النقدية الجديدة الثانية تحمل نفس مواصفات ورسومات وكتابات الورقة الأولى إذا أعجبكم هذا الفيديو وأعجبكم الاقتراح الجديد وأعجبتكم الأوراق النقدية الجديدة أتركوا لنا آرائكم في التعليق دمتم في رعاية الله وحفظه سلام